وندخل على طول في الموضوع لإني مش من أنصار نظرية المؤامرة بأي شكل من الأشكال إلا إن المؤامرة لما تكون واضحة وقريبة وغريبة ومريبة والتفاصيل كده لما تتربط جنب بعض تحس إنه في أسئلة اللي يزن تتسقل يعني حتى لو كانت الإجابة على الأسئلة إنه لأ نظريتكو غلط ولإنتوا بتفكروا فيه ده مش حقيقي بس نسألها كم واحد فينا سأل السؤال بتاع هو إيه ده ورا كورونا هو إيه اللي هيحصل للبشرية بعد كورونا وبعيدا عن الإجابات الأولية اللي احنا خدناها بتاعت إنه الاقتصاديات العالمية تغيرت خريطة الاقتصاد خريطة الثروات الجديدة اللي توزعت بعد كورونا دي كلها تحليلات اقتصادية لكن برضو فيه سؤال إيه الرواسب الصحية؟ هتلاقي إنه فيه إجابة أولى جات لنا إنه علم النفس بكل فروعه هيتطور وهيزدهر لأن كلنا بقينا مكتئبين من بعد كورونا لكن كمان السؤال اللي نسيجت أحد الأبحاث الجديدة إنه اللي أكدت إنه كورونا بتأثر على القدرة الإنجابية وده أنا عارفة إنه كمان سؤال تسأل وإشعاد طلعت على التطعيم لو فاكرين في بداية التطعيمات إحنا ما فيش حاجة تجزم بحقيقة ده لكن البحث اللي إحنا بنشوفه دلوقتي بيتكلم عن وجود أثار لفايروس كورونا في خلايا الأجهزة التنسلية للمرضى والمتعافين البحث مهم ليه؟ لأنه لما تنشر هو تم على قطاع صغير قوي من الناس على 11 مريض دي خلفية البحث أو العينة البحث كانوا غير مطعمين لكن توفوا في أحد مستشفى البرازيل وتم اكتشاف أثر لفايروس كورونا في الخلايا التنسلية للـ 11 متوفدة ومن هنا ظهر السؤال طيب وجود كورونا في الأعضاء التنسلية أو بقاية كورونا هتأثر على الصحة الإنجابية؟ ده بقى السؤال